يعني متوقع حقيقة بلشنا اسمع بإرآن خمسين ألف وثلاثين واربين ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة عشرين ألف كانية أن يعني صير فيه مزيد من المآسي والأزمات المالية فيه موفد خليج يجيب رسالة لحزب الله من إسرائيل إنه أوكي نحن موفدين ع كل شروط شرط إنكم تنترونا لبعد انتخابات الكنيست أعتقد بأن حزب الله إطلاقا ما بيعطي تعاهل البارجة اليونانية اللي بدأت تحفر نحن تفكر تفل معناتها القصص مش قريبة عندك هلأ لحد دلأ 16 مرشح فرنسا حسب معلومات نحن عندها ثلاثة مرشحين رئيس الحزب تقدم الاشتراك له زير السابق وليد جميلات عنده مرشح مرشح جدي عند البطرك المعروني كده عنه هذا مرشح البطركية الحقيقي هوا فيه لقاء صار بين سجعان الأزي ومسؤول الإعلام حزب الله محمد عفيف حزب الله عنده المرشحات فقط اللي هن سليمان فرنسا حسب الدرجة الأولى وجوب رانباسيك القوات والبطركية واللي معهم ما بدهم هن يجيبهم عزول بري ربحان مع ميشيل سليمان مع كل العالم الأكتر واحد ربحان موسيقى موسيقى عم نسمع السيد إبراهيم كتير ان المرحلة ما بعض الصيف رح تكون صعبة وان كل اللبنانيين رح يشعروا فعلا بصعوبة الأزمة هدهش دقيقة هيدا الكلام يعني الحقيقة فيه شئان يعني شئ أمني إنه ممكن يصير فيه حالة أمنية وانفجار أمني وتوترات أمنية أو الشئ التاني اقتصادي مالي يعني مزيد من يعني انخفاض قيمة العمل الوطني والتضخم الشئ الأول يبدو مستبعد يعني حتى الآن كل القوى السياسية بتركز على مسألة منع أو الحيلولي دون يعني أي انفجار أو توتير أمني واسع النطاق الشئ التاني ايه؟ يعني الشئ اللي إلو علاقة مزيد من انخفاض قيمة العمل الوطني زائل دولار يعني متوقع حقيقة بلش نسمع بإرقان خمسين ألف وثلاثين واربين ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة عشرين ألف مفي شي يعني يأكد أو يحول دون تدهور المالي يعني لو في حكومة ممكن تساهم لو في انتخاب أو في مؤشرات على انتخاب رئيس جمهوري بالموعد المحدد كمان ممكن يساهم بشوية إجراءات دولة معينة صندوق اتفاق مع صندوق النقد الدولي كل هذا مفقود فبالتالي إمكانية أن يعني يصير فيه مزيد من المقاسي والأزمات المالية ويردي عم نحكي جابت تصيرت سعر الصرف كنا قبل بسنة مثلا أو سنتان ما كنا نصدق أنه يوصل تلاتين ألف اليوم عم نحكي بهذه الأرقام ممكن توصل للأرقام اللي ذكرتها أو في مين هو بيدفع إلى أنه توصل لهون مش مستبعد يعني على الأقل الإجراءات الدولة اللي بتقوم فيها الدولة إجراءات مصر في لبنان إجراءات الحكومة اللبنانية التي من شأنه أنه تحول دون ذلك مش موجودة فلذلك ارتفاع أو مزيد من الارتفاع بأسعار الدولار قبالة العملة الوطنية ويردي لأنه ما في شيء بيمنع يعني ما في شيء بيلجم أو يحول دون ذلك ما عم نشوف أي إجراءات بالعكس يعني اللي أعتقد أنه القطاع المصرفة الذي يعاني يزيد الأزمة من خلال تعانته اليوم عم بيعمل إضراب غير مبرر يعني الناس من حقها تطالبوا لهذا القطاع هو طبعا بيقلك أنا أعطيت المصاري للدولة طب من قالك تعطي المصاري لدولة لزبون متعثر ومفلس وبالتالي مش قادر يدير البلد فأنت الحق عليك القطاع المصرفي وحاكمية مصرف لبنان والطباقة السياسية سهموا بوصول البلد إلى هذا التردي الاقتصادي والمالي نحن عندنا 190 مليار دولار ودائع لللبنانيين فبالتالي هذا دليل أنه إحنا كنا بلد منيح يعني غني بيقعد المشكلة بإدارة الإدارة السياسية والمالية والنقدية بالبلد هي اللي وصلتنا له هيدا المخاوف بالمرحلة مبعض الصيف تعني أنه ما في ترسيم خصوصا أنه كتار كانوا عاب يعولوا على هيدا الملف بنجاحه لح تنروح إذا بدك إلى مصار الحلول الكبرى بالبلد الترسيم أنا سمعت هذا الكلام من صديقنا الخبير إليا شوعي ترسيم يعطي انعكاس إيجابي على الوضع المالي بالبلد يعني بمجرد ما تقول فيه ترسيم ترتاح البلد ماليا لكن فيه مشكلتين حقيقة كانت أمبارع كنا عنا نحكي أو سمعنا أو قرينا أنه في موفد خليج يجيب رسالة لحزب الله من إسرائيل أنه أوكي نحنا موفدين ع كل شروط كون شرط أن كون تنطرونا لبعد انتخابات الكنيست طبعا هذا دليل على أنه نحنا المستعجين وإسرائيل مش مستعجلين لأنه المسؤولين بلبنان إذا بتتذكر بلقاء مع هوكشتاين الموفد الأمريكي ثلاثتهم يعني رئيس المهوري إيجلس النواب ورئيس الحكومة بالتكليف أو تصريف الأعمال ظهروا هيكي مبسوطين كتير وأشيعوا جو من التفاقل والإيجابية وقدنا نصدق أنه عبكرة فيه ترسيم فجأة الأمور اختلف التالت يوم مع الكلام الإسرائيلي عن تهديدات للبنان وأنه الأمور مأجلة وأنه في الكابينات يعني المجلس الوزارة الأمنة أنه ما تتوقعوا القصص القصة مش بييدنا يعني نحن نأمل أن يكون فيه ترسيم لينعكد ذلك على أنه ناخد مفط وغاز نستخرج فبس الأمور قصة دولية إقليمية دولية ومش محلية صرفة وقال لها كيف بتفسر أنه أنت من 11 سنة ونحن نخوض يعني مفاوضات مع الإسرائيلي بالأمريكة بلش الرئيس بري ثم صارت مع رئيس الجمهورية الآن مع قيادة الجيش مع الأمم المتحدة نحن يعني نتمنى ويسعدنا أن نقول أو نسمع بأنه فيه ترسيم لكن المشكلة أنه الأمر ليس بيدنا كلبنانيين حكومة وشعبا وغير ذلك رسالة الموفد الخليجي إلى حزب الله قداش دقيقة وكيف إذا عندك كمعطية كيف تلقفها الحزب لا صارت واضحة يعني لأنه الآخر مد الخليجيين عم يلعبوا دور الوسيط يعني مش دور طرف يعني فبتالي أمر ورد لأنه يعني لاش إسرائيل تبعت مع وسيط خليجي لأنه هذا إلى أسباب تتعلق بلبنان نفسه أنه فيه ضغط عربي على لبنان من خلال يعني الخليجيين منظومة الخليجية الآن العرب عبارة عن منظومة الخليجية اللي هي مع المصاري يعني فبالتالي إلى 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 صحة هذا الكلام يعني أنا لا أستبعد أنه الإسرائيلي يستخدمه مش الأمريكي يستخدمه الخليجي اللي هي بعد رسائل لحزب الله طبعا حزب الله يعني بيرفض يعطي تعهد ما هي المشكلة من الأساس أمريكي طلب تعهد نوقفه الرئيس الجمهوري يقال له ما فينا أكثر من جهة صارت عم تطلب منه ابنان تعهد بأي يعني بمنع أي عمل عسكري من قبل حزب الله إذا تأخرت عملية أو إذا تعثرت عملية الترسيم فأنا أعتقد بأنه حزب الله إطلاقا ما بيعطي تعهد لأنه مش غير معني بانتخابات الكنست أو برئيس الكنست أو برئيس الكنست أو برئيس الوزراء الجديد وبعدين الأمر طويل ثم في شغلة أساسية لازم انتبه لأنه إذا الكلام اللي عمين حكى أنه ما بدهم يعطوا يعني سبقية الترسيم للعهد مشي العون قصة كبيرة لأنه ما بنعرف إذا فيه انتخابات رئيس يهورية بالبلد أو فيه فراغ مديد فبالتالي يعني معناها تمام فيه ترسيم فنحن لذلك عم نقول إنه إيه الأمريكان والأوروبيين والفرنسيين هذه المرة جادين أكتر بأي وقت مضى لأنه بدهم الغاز بدل الغاز الروسي بدل النفط لكن الأمور مش سهلة قديش هدا الأمر يعني اليوم سمعنا كلام إنه تم تأجيل إذا بدك استخراج النفط من حق الكاريش قديش هدا الشي بيفرمل إذا بدك منك الأهداف اللي حطوا حزب الله أنه يقوم بأي تصعيد عسكر لا لا حزب الله قال بمجرد يعني بمجرد ما بدء إسرائيل يستخراج نحن بحقلنا نعمل إجراء عسكر طالما إسرائيل مش عم تستخرج هدا مأجل للأمور يعني ما فيه فعل أو ردة فعل من حزب الله يعني تبرر الرسالة المفضل الخليجي؟ كيه إنه على الأقل وبلش اليوم يعني فيه إجراء أو فيه حكي حتى لهاي البارجة اليونانية اللي بدأت تحفر أنه عم تفكر تفيل إماناتها القصص مش قريبة أنا أستغرب كمحلل يعني إنه القدي عطوا جو يعني الرؤسة الثلاثة بلقاء مع هوكشتاين يعني ظهروا كأنه الأمور يعني منجزة هل قد كنوا مسرورين وهل قد كان فيه ابتسامة تفجعنا إنه لأ الأمور بعدها معقدي فما فيش شفافية يعني ما عرفنا بالظبط شو الحكة شو اللي التعاهد وشو اللي آخرين فإما إنه الإسرائيلية إما إنه الأمريكاني عم بيكذب علينا الموفد يعني إما إنه الإسرائيلي عم بيكذب علينا ونحن عم نكذب على حالنا كمسؤولين إنه إلو اللبنانيين فيه ترسامة بسيئة هلأ الحديث شكات إذا الاستحاق الرئاسي قائم بموعده ولا لا رحين على فراغ بعض شوف أنه فراغ أشهر كبيري ولا لا أنا أول من حدا حكى عن الفراغ رئيس حكومة التصريف الأعمال رئيس مئاتي كان في مؤتمر برة وقالوا إنه إمكانية أن يصير فيه فراغ لوقت هو أهل وقت محدود ويرد هيدا بالمعطيات بالسياسي العام ما في شيء ببشرك أنه عندك هلأ لحد دلق 16 مرشح من كل القوى السياسية بدأ من البطركية المارونية للقوات الابنانية للتيار الوطن الحر لحزب الله كلهم عندهم مرشح لا لا بلشت العملية يعني عملية السباق الرئاسي إلى قصر بعبدة لملء الشغور إذا يعني بعد شهرين بلشت وجد وحامية فرنسا عندها مرشحين يعني فرنسا حسب معلومات نحن عندها ثلاثة مرشحين مين؟ عندها ابنه الأدي في سمير عساف سمير عساف ابنه الأدي سليم سليم أدي شخصية حتى مثلا صديقنا الوزير السابق زياد بارود قال إنه مرشح حسب معلوماتي الشخصية إنه الوزير رئيس الحزب تقدم الاشتراكة الوزير السابق وليل جميلات عنده مرشح اللي هو ناجل بستاني عم بيحاول يسويه الآن عم بيفتح مع حزب الله خطوط متل نه بتعرف يعني هي بده يلتقيه مش لأنه يعني مستحلي حزب الله بجديد يعني لأنه عنده مرشح بده يحاول مع أنه سمير عساف مقرب بيقوله صديقه لوليد جمبلات مرشح صحيح لكن المرشح والجدة هو ناجل بستاني ناجل بستاني المحامي يعني ما لا يكون في طلاق بينه وبين الكوات اللبنانية لا 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 بالعكس هو كل شغله الآن لما يمنع يعني يعني الوليد جمبلات شو بيفكر إنه إذا الموير ما شو مشكلته هو وجعجة هو ومشيل عون لأنه فيه ماروني قوي ما بده ماروني قوي بده واحد هو يعني إنه محصوب عليه نشوف إلى آخره فإذا قالك إذا بكرة يعني البطركية المارونية والقوات اللبنانية يصد عنده مرشعة وقوي ما بهمه يعني يعني أعرف كيف هذا هو يصبح هو يصبح معروف في التاريخية فهو مسرع بعملية إنه نكون فيه رئيس جمهورية يعني على الأقل بيمونع له لأنه نجي البستاني من دار الأمر وكان مرشعة بفترة لفترات مش هي الدورة قبلة على لقيته وبيعرف ابن المنطقة أو ابن بات البستاني يعني شخصية وشخصية مابولة يعني أنا مثلا إذا بكتقل لي مين مرشعة مين مرشعة كبلك نجي بس تاني يعني 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 عب حكيه كشخص يعني فمي بعد في عسامة مصدوحة القائد الجيش مرشع جدي عند البطرك الماروني كده عنها هذا المرشع البطركية الحقيقية هو هو في أسماء طلعت من المصادر بكركة بتقول مثلا زياد بارود اللي ذكرته كميل أبو سليمان كمان قائد الجيش كميل مش مرشع يعني كميل الهواتي يعني مرشع يعني أحد الهواتية بس لا عب حكيه أسماء يعني مثلاً إذا بدك معلوماتي ولا هيك اليوم حكيت يعني أنه فيه لقاء صار بين سجعان الأزي ومسؤول إعلام حزب الله محمد عفيف ببيتون صديق مشترك فالحزب كان بدي يعرف إذا هو مبعوث من قبل البطركية أو هو جاي سوق حاله مثلاً أنا عم بحكي لك علماً علماً أنه سجعان الأزي هو أحد يعني مستشارين مقربين للبطرك صحيح قال البطرك الرائع فالأمور يعني نحن عم نحكي هذا الكلام مش لحتى نشاهر بحدا بس نقول قدلش الأمور حامي يعني الشغل ليش مش ظاهرة إلى العلن كتير يعني نحن اليوم الأسامي المتعرف عليها سلمين فرنجي قائد الجيش سمير جاجع وجبران باسي اللي قال أنه أنا غير مرشح يعني العالم ما في أسامي بقى كله كله عميش تتغل مثلاً إذا بدك رئيس الرابط المروني السفير خليل كرم أحد المرشحين المعقولين يعني جوارش خوري لا ما ما أسمعت فيه بس عم بحكي كأسماء مطروحة لا يتم التداول عادة يعني عشية أي معركة رئاسية بيصير في أسماء طول عمرها هيك بالبلد يعني أسماء من هون ومن هون فراء الكوات اللبنانية بمين مدى تمشي لحد الآن يعني تنسح ابن المعركة بشخص شو اسمه سمير جعجا يعني ممكن بالآخر يعني تسعى بالاتفاق مع البطركي المروني وهذا اللي كان بقائد الجيش ممكن حكي في أول واحد حكي بقائد الجيش زكاة سمير جعجا صحيح مزبوط فبالتالي لا يعني الأمور مش هيدة مثل ما مبين على السطح لا القصص عم تغلي من تحت يعني في حماية وحرارة دايما نسأل كيف رح يتعاطى حزب الله مع هذا الاستحاء رح يكون عبيد عم فرنجيلة الرئاسة ولا ممكن شوف أسامة تانية في رؤيتان يعني في رؤية بتقول أنه بعد الانتخابات الأخيرة والنتيج أنه ما في أكترية واضحة معه للحزب يعني أكترية ملي حاله إيده منها في حدا قال له يعني اللي هو رئيس بره أنه أنت تركها للمسألة وأني بيشتغل فيها هذا رأي أنه عند بره مش عنده في رأي تاني بيقول لا حزب الله عنده مرشحايه فقط اللي هني سليمان فرنجيل بالدرجة الأولى وجو برهن بسين وأنه باللقاء اللي صار الإفطار بالرمضان الشهير اللي جمعون كان عمينا حكا أنه نحن معنا مرشحين يعني مسيحيين أنه نحن إلا أنتو فأنتو قدامكم ثلاث شكلات إما بتتفقوا حدا منكم يتنازل للتاني أو تنينتكن إذا مش شايفين القصص تتفقوا على مرشح تالت نحنا منزكين إحنا وياكم هذا كلام يعني حدا الآن في وجهة نظر الأكيد منه أنه حزب الله ما عطى أيا من مرشحين يعني ما قال له لسليمان فرنجيه أنه أنت مرشحنا وسليمان فرنجيه حسب معلوماتي دائما بيسأل أنه يا عمي أعطاناش كلمة بعد الحزب ولا قال لا بالمقابل لباسيل أنه أنت مرشح بس العملياً هني ما عندهم يعني حسب معلوماتي أنه هولي الشخصين مهم أمر هلأ بالنهاية يعني إذا فعلاً مثل عم يحكي يا بري أنه أنا عندي القصة وبيدفئه وافترضنا وليد جنبلاط على مرشح مثل اللي حكينا عنه اللي هو لجل بستيني ممكن يعني كان على لوائح الطيار حتى بعتقد بالانتخابات انتخابات الأخيرة بس ما معنى ذلك أنه هو يعني بعيد عن جنبلاط نعم كثيراً بيحكوا أنه ممكن الحزب يعرقل إذا بدك جلسات انتخاب رئيس رئاسة الجمهورية يعني يوم أحد النواب كان بيحكي بها الموضوع دقيق كمان هالكلام ولا راح يندغر على جلسة ينتقل فيها رئيس يعني هي الأول جلسة بتنعمل بس الجلسة التانية هوني كلها يعني ممكن أي فريق يا عرقل حزب الله ممكن وغير حزب الله ممكن يعني إذا مش عجبته القصة يوفرش النصاب يعني هي العرقل هي أنه بس ما يوفرش النصاب هلأ تزبط أو ما تزبطش نبعرف يعني لحد الآن لأنه هاي المرة مش العدد الكامل اللي كان معه بالمرة الماضية وقت الفرض مش هلعون مرشح ده العدد بالمجلس إنه هو بختلف الأمور الطرف الآخر إذا بدك يعني أنه إحساباته التغييريين مع القوات اللبنانية مع الجهة المعارضة مع المستقلين اللي ممكن ينحسبوا على 14 أذار مش قادرين يتفنوا حقيقة لحد الآن وهدا مسعى يعني سمير الجعجع هون إنه بلكم نقدر نعمل شيء يعني فعلا بيأملنا 68 أو 69 وطلوع نائب أنا أشك بذلك يعني المجلس النيابي الآن فوسيفساء يعني ما حدا فيه يضمن يكون عنده أكتر من 65 يعني اللي يجيبه الرئيس بالريه هولي فريق واللي الثانيين ما قدروا يجيبوا صحيح حدا يعني ما قدروا يجيبوا مثلا النائب رئيس مجلس نواب ما قدروا يجيبوا حدا في ال فبالتالي هولي كم فرقين هولي مجموعين لكن ما معونش الأكترية يعرف كيف عم نحكي عن حزب الله والتيار الوطني الحر والآخرة ما معون يعني شيء بيخليهم يلعبوا نفس اللعبة اللي لعبوها بانتخابات 2016 ممكن الخيارات اللي ذكرت أمام باسيل وفرنجية أنه أحدا ممكن يروحوا على تبني مرشح مشترك بين يطن صعبة يعني هي موجود هاي الفكرة أو هاي ذا الطرح يعني همس فيه سيد نصر الله بلقاء طيب شو بنعمل؟ خلينا نفكر بشيء خيار ثالث قال حد الآن ما حدا منه أنت بالفترة الأخيرة يعني اللي تحرك هو فرنجية باسيل ما حق بتحرك بس آخر شيء قال كلمة يعني أنه أنا مش مع ماشي مع فرنجية وهذه فرمة لتكلل المساعي تبعت حزب الله يعني إمكانية أنه يتفقوا هني على رئيس أو على شخص أو حدا منه يتنزل للتاني ما نبين أنه فيه يعني معطبي بعضهم اللي هلأ اتنينيتهم مش قادرين اللي صار أنه وقفوا الحرب الكلامية بين بعضهم مش أكتر من هيك يعني مش متل الأول يومية في مناوشات لا بس ما فيه بعد اتفاق يعني لا الحزب عطى كلمته ولا قادر يقول إنه هذا مرشحي القصة بعدها مفتوحة أكتر مش متل المرة الماضلة إذا حزب الله وحركة أمل رئيس بررياني الطيار الوطن الحر وجمبلات زكوا ناجي البستيني أو شخصية مثل ناجي البستيني إلى رئاسة الجمهورية ممكن الفرنجية ينسح من الاستحاء الرئاسي أو السباء الرئاسي ويمشي بهذا الخيار يعني أنا أعتقد أنه فرنجية أوعة فرنجية يعني عم بحاول يعوض أنه بالفترة الماضية بالمرة الماضية يعني انتخابات الرئاسية الأخيرة كان الكأس قريب منه يعني أنه ممكن كان ياخده لكن تعرف الظروف أنه زاك تحسب الله أصر على ميشيل عوني فاعتبر أنه وكأنه موعود هو هذه المرة دورته ظاهر الأمور اختلفت يعني يعني تركيبة المجلس ومعادلات المجلس النيابي نعاد مثل الأول يعني ومع ذلك هو حق يعني هو مروني وهو يعني زعيم الشمالي وسياسي هلأ طبعا ما ضغطت معه لأنه ما قدر يجيب يعني كتلة نيابية ووزدة بتأمن له نعم إذا بدأ نحكي كمان بعض أنه بيشوف المرحلة المقبلة بحاجة إلى رئيس توافقي مش بس ضمن إذا بدك تأكدتوا الكوة تماني قدار مع كل الكوة بقلب البلد ممكن نروح إلى أسماء توافقية يعني حزب الله يطلق مع الكوة المعارضة بالمجلس النواب يذهبوا إلى مرحلة أنا بس تصعب يعني لهذه الفكرة ما تروحها أنا أجد صعوبة لا لا الفريق الآخر يعني بدوا توافق يعني لا لحد هلأ القوات والبطركية واللي بعون ما بدهم بدهم هلن يجيبوا يعني هلن حطين برأسهم هيك طبعا ما تكرر تجربة يعني مشيل عون وحزب الله طبعا ما تكرر تجربة مشيل سليمان ما بدهم فبالتالي لحد الآن إمكانية رئيس توافقي لكل يجمعوا عليه لا أعتقد لكن وليد جنبلاط عم يتصرف أنه هلأ هو بيضة قبان يعني هلأ عنده كتلة نيابية من التسعة وموقعه وإلى آخر يعني عم يحاول يلعب هاي اللعبة اللي عم نحكيها لعبة شخصية مثل لاجل بستاني بالتفاهم مع برأ بالدرجة الأولى أنه يجد يعني سند قوي عند برأ برأ ممكن يقنع حزب الله بالنهاية إذا بتثبتها القصة بس المشكلة عند الآخرين يعني عند البطركية وعند القوات اللبنانية والكتائب بيقبلوا فيها كمان سؤال برأيك شخصية مثل ناجل بستاني ممكن يقبلوا فيها الأطراف المعارضة؟ ولا مرة كان معهم هو مع أنه شخص يعني مش تعرفه مش عدائي يعني ومش في قوي لكن هو يعني بيحسبوهش عليهم يعني بيتفقوا بيتنازلوا بالآخر مبارد بس هو ولا مرة كان من هذا النسيج من نسيج القوات وكذا خيه كان خيه زيه البستاني كان مع بشير جميل كان أحد أركان يعني عنده كان هو مدير العام الأمن العام لكن هو لأ هو يعني بالسياسي محسوب مش عندهم نعم هلأ شو بيقبلوا أني ما بعرف رئيس برأيك إذا ما رح بيخيار ناجل بستاني ممكن يروح بيخيار الفرنجية؟ آه ممكن بس أنه بدك توفر له فرص النجاح أعرف كيف أنت لتأمن نجاح يعني واحد مثل برأيك لأمن نجاح رئيس مثل فرنجية بده يكون عنده الأواء الحزب التقدمي كتلة اللقاء الديمقراطي بده يكون عنده السنة هلأ محسوبين على التيار المستقبل بقولوا قدامة هاي عندك كتلة بده يكون عندك يعني الحزب الله وحركة أمل وبده يكون عندك بعض التغييريين لتقدر أنت تأمن ساعتها يعني رئيس الحظوظ اي ما بعرف إذا يعني الأمور ما هو المشكلة فعلا ببعض الانتخابات مباشرة حكى أنه فيه حدا فائز يعني اللي هني القوات اللبنانية تغييريين ومعوريين حساموها يعني حساموها بالانتخابات الرئاسية المجلوس ما كانت هاكل أصلا كانت أكثر ميوعة وأكثر ضبابية وحتى جانا شفناها بكل بكل المحطات التانية أكثر يعني التباس وأكثر إلى آخر فلذلك حتى يعني هذا الواقع اللي يعني نحكيه عن القوات اللبنانية وجمعتهم ينطبق أيضا على الطرف الآخر إنه هني هلأأخل إذا بدك معهم 63 نائب مثلا حزب الله بدون وليد جنبلاط هلأت مع وليد جنبلاط بصيروا تقريبا 63 أو 62 نائب هذا اللي هلأأخل إذا شيء حدا فيه يجيب 65 بيكون ممتاز زميلنا رضوان عائل كان كاتب شغلي نقلا عن سفير أوروبي مبارح من الأول مبارح إنه عابد جيب بنت رئيس للبنان 65 صوت بس أكتر من هيك ما فيك تجيب سفير أوروبي عم تقول إنه مش منيحة للبنان إنه تجيب رئيس يمورية ب65 صوت بس ما حدا فيه يجيب أكتر من هيك اليوم يعني بيضل هدا المعادلة جديدة بمجلس النور نعم على سيرة الرئيس بره ونحن هلأ بنهاية العهد كيف عم تشوف تعاطي إذا بدك مع العهد بأيامه الأخيرة مهدنه يعني هاي خلافا للسنين الماضية كان معركة شريسية هوية هلأ مين ربح بها المعركة بها السيد صنوات رئيس عون ولا رئيس لا أعزوه البره ربحان مع مع ميشيل إسلامان مع كل العالم الأكتر واحد ربحان اسمه بالسياسة المحظوظ المحظوظ بشاك بسموه عنا للرئيس بره ولا يوم بيخسر بره لهايك قالوا للحزب تخليه علي بها الاستحاق يعني على الأقل هذيك المرة يعني نجمعه إلى حد بعيد بموضوع لكن هالمرة لا طالبة بره أنا أعتقد هايك يعني أنه تركلي إياها أنا بديرها للعبي بالتعاون مع والجملات غير هايك مع حدا يعني ما فيه حدا يتجرأ ويعمل معركة من هدا الفريق عام نحك رئيس عون بيقول أنه أبرز أنجازه بهالست سنوات أنه زعزع المنظومة صحيح الكلام يعني على الأقل نجح بذلك هلأ هي هو زعزعها الظروف زعزعتها أنه أنت بتشيله من المعادلة لشخص بوزن الحريرة قصة يعني هلأ يمكن الحونيين بينسبوها لإلون نحن قدرنا بتحجم واحد مثل نبيه بره إلى حد ما يعني على الأقل يعني بتعمله مشكلة يعني خلال الست سنوات كان في مشكلة يعني بره اسمها عهد وجاء خصوص الوقت اللي كان التفاهم الرئاسي بين عون وبين يعني الحريري كان يزعجوا أنا بعرف تماما الآن على الأقل هدروا يعني بنهاية العهد إنه خلاص شو بعد بده يكون فيه منه طالع طالع من الأصر والعونيين ما عد يعني بسمحلوا نوضعهم بالعنفوان اللي كانوا فيه بالسابق فبالتالي ما فيش يعني ضرورة بالرئاتكة من إنه يعمل على طول معاركة مجانية وقت اللي لازم يعملها عملها معه يعني العهد المقبل مهما كانت هويته ممكن يرجع يعوم هيدا المنظومة ولا بانتظار نعرف لهوي باك هو لك فيه رأيين فيه رأي إنه يعني ولا يمكن هيدا المنظومة ترجع تلنلم حالة بعد يعني أحداث تشرين وبعد اللي صار والإنهيار وكذا يعني هي مثلا لعننا بيقول ضرب الميت حرام يعني ميتي ميتي بلد يعني ونظومة ماتت نظام ماتت سلطة ماتت الطائف مات إذا بداك أخي ماشي ريكب يعني بس المستقبل بينقال عن نفكر الإيطالة الشيوع الشيئر اسمه جرامشي كان يقول إنه الماضي يحتضر الوضع الحالي يحتضر لكن المشكلة إنه المقبل مشهو مكتمل مش مبين طيب عنا هل هل منظومة كلها بعضها بدأ من 6-65 مصرف حالتهم بالوال لدولة لمنظومة لمجلس نية بكله متهالك مش عايك ما حدا يعني بيقلك لأ وكله يعني منهك القطاع العام الدولي ما عاش فيه ما عاش فيه مشهو موجود يعني الجيش الدرك بس طيب شو البديقل أنا بسأل حال أنا كمحل سياسي بتكتب مقال حقيقة ما حدا حاولت ما حدا عنده صورة يعني طيب عال هذا اللي نحنا كلنا منحبوهش اللي مغضي بما يعنيه لكل الأطياف السياسي لعين طيب البديل شو مين بيحكي عن البديل شو النظام شو التركيبة ما حدا عنده يعني ما فيه شيء لذلك انه هاي المنظومة بقي بوقع الحال يعني طرح الدولة المدنية دا عنده خصوص والله هي صعبة هيدا شفنا الطيار قدم الطيار وكل الأحزاب العلمانية قدمت ودائما بينا حكا ونبيه بر بتعرف قد يشهد على مسألة إلغاء الطائفة السياسية هو يعرف شو كان يلغيها يعمل لهيئة ويلغي الطائفة السياسية ممكن نوصل إلى مؤتمر تأسيسي أحد الشيء المطروح يعني فرنسا منها طرحته نعم وفرنسا نفسها أول من نعها يعني فرنسا التي أنشأت هذا الكيان نعته نعته مش هو ماكرون بالسين وهذا صحيح طيب يعني بس هلأ بنسأله لماكرون من سنتين جيت أنت على لبنان على عوام المنظومة صحيح أول مشوار جيت بهدلتهم بأسر سنوبر كلهم سوية تذكر صحيح جماعهم كلهم من أقصى اليمين من أن تحسب الله الكتائب للهوات وأرطن البهد للشهير تاني مشوار تالت مشوار تغير يعني تالت الرأي كان متغير هو يمكن لأنه تنع عنه مش سهلة أنك تلغيهم هون مين باقي تجيب طيب شو المهيأ مين أي تنظيم أي حزب هؤلت تغيرية أنا أعتقد أنه فلذلك هلأ يعني إذا وهو سؤال دائما طيب وماذا بعد كلنا بايتنا عند النهارة المنظومة والصيغة وكلها عبعض اللعب طيب بعد شو اللي بيلملمة هاي البلد كيف تتلملم لا وهذا يبقي بالبلد تاريخيا البلدين لما تأسس الكيان استقل ب43 لليوم كلها كانت عبارة عن تسويات كل ست سنين سبع سنين في أزمة فيت أزمة 53 اللي طيروا فيها كميل شبعون طير بشارة القوري 58 اللي صار طيروا فيها كميل شبعون وقاموا عليه الناصريين وإلى أفر بعد منها بال73 دخول العام الفلسطيني على الخط بعد منها ال75 كلها كانت تنتهي بتسويات يعني إما من تسوية صغيرة أو تسوية كبيرة أو تسوية كبيرة على وزن يعني طائف أو على وزن يا خي دوحة برنا تسوية هلأ شو هي حياتها موار يعني البلد ما عد يركب هيك سؤال الأخير أستاذ إبراهيم نحن اليوم بالضاحية في تهديدات من وزير العدو الإسرائيلي وزير المالية أنه بديم صح للضاحية ورد على السيد نصر الله اليوم حيات الحرب النفسية هل تؤسس إلى مرحلة معينة بالعداء بين المقاومة اللبنانية والعدو الإسرائيلي حيات الحرب مستمرة حقيقة ولا يوم موقفة هذه الحرب يسموها اللغة الأجنبية يستعملوا تعبير حرب الظلال حرب أمنية حرب نفسية حرب إعلامية حرب تجسس ويبدأك إياه لكن إذا بدك يصار بيغزم بارح أقنعنا بعد ثلاث أيام طرت إسرائيل تواقف أقنعنا بثلاث شغلات أولاً ممنوع الحرب عندما يجى هوكشتاين آخر مرة يعني فهمهم أو على العالم أنه فهم الإسرائيلي واللبناني أنه بيظل الحرب اللي صايري هلأ بأوكرانيا ممنوع حرب تانية اللي بده حرب إذا بدك إن الروس وأحلفائهم الإيراني والمن لفها لفها فالأمريكان وقت الحرب مثل حرب ثلاث أيام بيخلوها بس مع تنظيم واحد هو الجهاد معنى ذلك أنه ما في حروب بالمدى المنظور لكن فيه شغلة أساسية بيحاول حزب الله يعني يدافع عنها اللي هي حال العداء مع الإسرائيلي فيه حكي أنه عمي بيحكيه دائما زميلنا ساكيس نعوم أنه لبنان شيعي تعووا خدوا الشيعة خدوا لبنان بس تخلوا عن المقاوم وهي صار حكيها كذا مرة ونتناقش أنويا فيها بهالمعنى إذا عندك هالاستثمارات بالبحر بيهمة التريولينات الدولارات بتحكي مش مليار وثلاث بتعرف عندك من أبروز سوريا لتركيا لأبروز على ساحل اللبناني على ساحل الفلسطيني المحتاج فإنت إذا بك تعمل هالاستثمارات النفطية بدك ضمنات أنه حزب الله اللي عنده مئة وثلاثين مئة وعشرة مئة اللذي هن ألف صاروخ ما يعمل مشكلة طب كيف هون السؤال ترويضه تجينه إغراءه إغواءه هون التحدي وفي محاولة جدية بهذا الموضوع وقالت بيحكي حزب الله مرارا وتكرار أنه أنا تلقيت عروض من الأمريكان أنه بيحكي معكم طولة نحكي طولة نتفقها مش عن غبس عم يحكيها أمريكاني بهموش بهمو مصلحته بالرقمات يعني ما عنده عدو أنه والله خصم بتحكي معه لا مصلحته مصلحته ففيه هلأ أنا برأي أنه في شيء عم بصير بالعالم موعمنا هون بس أنت بيخلص كيف بيخلص حقيقة ما لكن على الأقل بالمدى المنظور أنا ما شيف حرب يعني مواجهة لا مع يعني هون بالعكس في لملمة بسوريا يعني بيحاولوا لملمة الوضع يعني الآن يعني اللي صار من لك بغزة مثال أنه ممنوع الحرب بالوقت الحاضر ومنوع أي مواجهات حتى ولو على مستوى يعني قطاع غزة وفلسطين يعني تبادل صواريخ وقصف وغتيلات وما إلى زل فلحد الآن نحن مطمئنين لكن يعني هاي الكلام مرات مناورات مرات مش عارف شو الإسرائيلية ولا يوم يعني بطلوها وما عم تعمل شي يعني ما بتأثر ردة الفعل على ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر